موسيقى السلام عليكم نشرة الاخبار عبر شاشة ليبيا لكل الاحرار والبداية بالعنوين لجنة الازمة وعمداء بلديات الجنوب وبلد مصراتة يبحثون الوضع الامنية وتبعية القوة الثالثة وحل الازمات المعيشية في المنطقة عودة الهدوء الى ضواحي ترهونة بعد الشباكات انخلفت قتلى ومساعا بين الغرفة الامنية المشتركة ومجلس حكماء وعيان ترهونة وبلد المدينة لحل الخلاف وزارة الصحة بحكومة الازمة تقول ان اسباب انتحار سبع حالات في مدينة البيضة ما تزال غامضة وتستبعد ان تكون لعبة شارلي او حبوب الهلوسة وراء ذلك اهلا بكم بحث وزير الحكم المحلي المفوض ورئيس لجنة الجنوب وعدد من عمداء بلديات الجنوب ووفد من مشاخ وعيان المنطقة اضافة الى المجلس البلدي مصراتة بحثوا الوضع الامنية في المنطقة وتصعيد العسكرية الاخير ومحاولات الوصول الى حل للازمة خاصة بعد تشكيل لجنة الجنوب كما تم تطرق خلال هذا الاشتماع الى تبعية القوة الثالثة في الجنوب وصول حل الازمة الامنية بما يساهم في حل الازمات المعاشية للمواطن كتوفير السيولة والوقود تم الاتفاق بإذن الله بداية بتشكيل لجنة من المجلس الرئاسي برئاسة السيد وزير الحكم المحلي بالاضافة مع مجموعة من عمداء بلديات الجنوب وذلك للتواصل مع جميع الاطراف وتم الاتفاق في الاجتماع على الوقف الفوري ليطلاق النار بين الاطراف المتنازعة دون اي شرور من جهتها اكد عميد بلدية مصراتة محمد اشتيوي تبعية القوة الثالثة المتمركزة في الجنوب لوزارة الدفاع مشيرا الى ان البلدية شاركت في الاجتماع لانها جزء من الحل وفق تعبيره بلدية مصراتة ستكون طرفا في الحل ستكون طرفا في ايجاد تهدية في منطقة الجنوب كم يعلم الجميع بان القوة الثالثة هي قوة نظامية عسكرية تتبع الى وزارة الدفاع تم تكليفها بموجب قرار صادر عن وزير الدفاع قد اعرب عميد بلدية الجفرة فؤاد رشيد عن امله في ان تتفهم مختلف الاطراف الوضع في الجنوب محذرا في الوقت ذاته من ان النتائج الكارثية في حالة نشوب حرب بالمنطقة نعم المقلل الاطراف ان تتفهم هذا الحدث وتتفهم الجنوب الليبي ويعلم الجميع ان الجنوب الليبي يمثل حدود ليبيا وحدود ليبيا في الجنوب الليبي هي حدود مترامية الاطراف فاذا حدث حرب ستكون هناك نتائج لا يحمد عقباها وهذه حقيقة يجب ان تصل كل المواطن الليبي من المواطن العادي بالشارع الى قمة الدولة اكد ناطق باسم الكتيبة 201 الوليد سالم تواصل القصف المدفعي الذي تنفذه قوات تابعة لبن نايل الموالي لعمرية الكرامة منذ صباح اليوم على المواقع التي تتمركز بها القوات التابعة لحكومة الوليبيا وفاق الوطني نوها سالم في اتصال مع قناة ليبيا لكل الاحرار الى سقوط احدى القذائف على منزل في محيط تمنهند دون تسجيل اي خسائر بشرية واضف الناطق باسم الكتيبة 201 ان قوات بن نايل تتمركز حاليا في محيط مدينة براك الشاطي مشيرا الى ان البنية التحتية في تمنهند اصبحت مدمرة بشكل شبه كامل تم قصف قاعدة ومحيطها باكثر من 20 قديسة تم تدمير البنية التحتية لقاعدة تمنهند من المهضة الرئيسة للمطار المدني تم تدميره وتم تدمير وحرق بعض المنازل في المنطقة السكنية داخل قاعدة تمنهند وليس في قرية تمنهند من جهته قال اامر لواء درع الجنوب احمد الحسناوي ان قوات بن نايل الموالية لعمرية الكرامة تواصل قصفها العشوائية على قاعدة تمنهند بالمدفعية منذ يوم امس واضح الحسناوي في اتصال مع قناة ليبيا لكل الاحرار ان القصف خلف اضرارا مدية في البنية التحتية لقاعدة تمنهند ودمر جزءا من الحي السكاني فيها لفت اامر لواء درع الجنوب الى ان قوات بن نايل تقصف القاعدة من محورين احدهما في الشمال باتجاه برك الشاطي والاخر يقع في الغرب باتجاه مدينة سبها مضيفا ان طائرات الكرامة تواصل طلعاتها الجوية فوق المنطقة افاد المتحدث باسم مجلس حكماء وعيان سبح سنر جيج بارتفاع عدد ضحايا للشباكات في محيط من هنت منذ انطلاقها الى 12 قتيلا واكثر من 30 شريح واوضح رجيج في اتصال مع قناة بياري كل الاحرار ان ما بين القتلى مدنيين منوها الى ان اغلب الاصابات التي تم تسجيلها بسيطة باستثناء بعض الحالات الخطيرة التي تم ارسالها للعناية المركزة من جهة ثانية اشار المتحدث باسم مجلس حكماء وعيان سبها الى تدهور الاوضاع المعاشية في كافة مناطق الجنوب نتيجة نقص السيولة وارتفاع اسعار المواد الغذائية ازدحام محطات الوقود ذلك فضلا عن نقص الادوية والمعدات الطبية اكد وزير الدولة المفوض للمهجرين والنازحين بحكومة الوفاق يوسف جلالة ان اللجنة المشكلة للمجلس الرئاسي لحل مشكلة الجنوب ستتواصل مع جميع الاطراف لإيقاف الحرب مشيرا في حديثه الى اولويات اللجنة اولوياتنا هي طبعا إيقاف الحرب نهايا إيقاف هذه المعارك بين الطرفين الطرفين كلهم ليبيون الليبيون الرابح في هذه المعركة الخاصر كل الارواح تزهد به ليبيا نأمل ان نجح في إيقاف هذه الحرب ومن ثم نعم على إدخال السيولة النقدية من مصر المركبين وكذلك الوقود والمواد الحداية تنسى بطريقة عادية وانفيابية شددت بعثة الاتحاد الأوروبي في ليبيا على أن حل الأزمة بالبلاد لا يمكن أن يكون إلا من خلال التفاوض بين جميع الاطراف الفاعلة وأوضحت البعثة في بيان لها أن الاشتباكات وتصاعد العنف في الجنوب الليبي يهددان العملية السياسية ويضعان حياة الليبيين في خطر وكذة أن الليبيين يستحقون السلام والاستقرار من جهة أخرى دعا المتحدث باسم بعثة الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا دعا جميع الأطراف إلى الامتلاع عن العنف واتخاذ التدابير اللازمة لتهديئة الوضع المتوتر أعلن المجلس البلدي لمدينة ترهونة إغلاق الطريق الرابطة بين المدينة ومدن أخرى خوفا مما أسماها ردة فعل الأهالي وتفاديا للمشاكل التي يمكن أن تحدث ودان بلد ترهونة ما وصفها بمحاولات تدخل بعض المدن والمجالس فيما اعتبره شأنا داخليا للمدينة ومحاولاتهم تأجيج الوضع داخلها محملا إياهم كافة الآثار الاجتماعية والقانونية والتي قد تحدث نتيجة لأفعالهم كما أكد المجلس البلدي ترهونة في بيان له أن الوضع الأمنية بالمدينة مستقر جدا حسب قولهم هذا وقال مصدر بالمجلس البلدي ترهونة لقناة ليبيا لكل الأحرار أن الأوضاع في المدينة مستقرة وهادئة حاليا بعد وقف الاشتباكات التي وقعت بين الغرفة الأمنية المشتركة ترهونة وشباب مسلحين وأوضح المصدر الذي فضل عدم الكشف عن هويته أن أسباب الاشتباكات وما خلفته من خسائر ما تزال غامضة وسيكشف عن تفاصيلها بعد الاجتماع الذي يعقد بين الغرفة الأمنية المشتركة ومجلس حكماء وعيان ترهونة والمجلس البلدي أعلن الناطق باسم وزارة الدفاع بحكومة الوفاق الوطني محمد الغصري أن وفدا من قادة عملية البنيان المرصوص وعددا من السياسيين والنشطاء من مدينة مصراتة وصلوا إلى العاصمة الروسية موسكو مساء أمس وذلك بناء على دعوة وجهت إليهم من الحكومة الروسية وأضاف غصري لقناة ليبيا لكل الأحرار أن الوفدة سيعقد اليوم اجتماعات مكثفة بوزارة الخارجية الروسية على أن يتم عقد اجتماعات مع وزارة الدفاع الروسية يوم غد قبل أن يتوجه يوم الخميس إلى جمهورية الشيشان تلبية لدعوة من رئيسها ورأى المحلل العسكري والسياسي عادل عبدالكافي في نشرة سابقة أن روسيا من خلال استقبالها لعدد من قيادات قوات البنيان المرصوص في موسكو هي تحاول أن تلعب دور الوسيط في ليبيا مع إبقاء قنوات التواصل مفتوحة مع جميع الأطراف الليبية لتقريب وجهات النظر فيما بينها الطرف المتمثل في القوة أو المجموعة القيادات العسكرية التي ذهبت في زيارة إلى روسيا أيضا تريد إيصال وجهة نظر أننا في المشهد ونحن قيادة عسكرية وقوة مؤثرة وقوة فاعلة على الأرض لدينا قدرات عسكرية تستطيع أيضا تحجيم عملية الكرامة يبحث وفد جزائري روسي اليوم بالجزائر خلال دورة ثانية للمشاورات الثنائية حول الأمن ومحاربة الإرهاب التي قرها البلدان في 2016 يبحثون تطورات الأوضاع على المستوى الإقليمي وخاصة الأوضاع في ليبيا ومالي والصحراء الغربية وأشارت الإذاعة الجزائرية عبر موقعها الرسمي إلى أن الاجتماع سيتناول كذلك ملف محاربة الإرهاب المعلوماتي والجريمة الإلكترونية إضافة إلى العلاقة بين الإرهاب والجريمة المنظمة العابرة للحدود أفاد الناطق باسم وزارة الصحة بحكومة الأزمة معتز ترابلسي بأن عدد حالات الانتحار بمدينة البيضة منذ أشهر ومنذ شهر مارس تحديدا الماضي وصل إلى سبع حالات وأشارت ترابلسي إلى أنه تم تسجيل محاولات متكررة للانتحار بمدينة البيضة وصلت إلى ما بين 12 و 13 محاولة إلى حدود يوم الأحد الماضي وأضاف الناطق باسم وزارة الصحة بحكومة الأزمة أن أسباب ارتفاع عدد المنتحرين في المدينة تظل غير دقيقة وغامضة حسب تعبيره خاصة مع فشل مختلف الجهات في التواصل مع الأهالي مؤكدا أنه لا علاقة للعبة تشارلي أو حبوب الهلوسة أو أي مادة مخدرة أخرى بهذه المسألة كما قال ترابلسي أن مختلف الحالات التي أقدمت على الانتحار أو محاولة الانتحار هم من أهالي البيضة وليسوا نازحين أو مهجرين هذا وقد طالب رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب طلال الميهوب طالب وزير العدل ووكيل وزارة الداخلية بحكومة الأزمة بموافاته بالتحقيقات في حوادث ظاهرة الانتحار التي شهدتها مدينة البيضة مؤخرا ودع الميهوب وكيل وزارة الداخلية إلى اتخاذ الإجراءات الضرورية لمكافحة الأسباب التي أدت إلى انتشار هذه الظاهرة معتبرا ذلك إرهابا وعبثا بالأمن القومي حسب تعبيره كما طالب الميهوب وزير العدل المكلف في حكومة الأزمة باتخاذ الإجراءات اللازمة لمعالجة هذه الظاهرة في سياق آخر أعلن عضو الهيئة أساسية لسياغة مشروع الدستور ضو المنصوري وصول لجنة التوافقات بالهيئة إلى اتفاق شامل على بنود الدستور القادم ليتم بعد ذلك عرضه على أعضاء الهيئة للتصويت عليه في السابع من شهر مايو القادم وأوضح المنصوري لقناة ليبيا لكل الأحرار أن تسعة أعضاء وافقوا على الشكل الأخير لبنود الدستور من أصل 12 عضوا يشكلون اللجنة من مؤيدين ومعارضين ومقاطعين لمساودة الدستور الأولى وأضف المنصوري أن المساودة الحالية وضعت المبادئ العامة للدستور لتحددها السلطة التشريعية القادمة مشيرا إلى أن الأعضاء اتفقوا أيضا على أن تتمركز السلطة التنفيذية في طرابلس والتشريعية في بنغازي والقضائية في سبها والاعتماد على نظام المحافظات والبلديات أكد مصرف ليبيا المركز بطرابلس أن إجمالية ما تم بيعه من النقد الأجنبي لأرباب الأسر بلغ حتى الآن أكثر من 90 مليون دولار وأضف مركز ترابلس أنه يواصل تخصيص وإداع الأموال لكافة المصارف التي بدأت في تلبيات الطلبات المقدمة إليها من أرباب الأسر وذلك من خلال منظومة النقد الأجنبي للأفراد التي أطلقها المصرف في الثاني عشر من شهر أبريل الجاري في سياق تخفيف حدة الطلب على العملة الأجنبية في سياق آخر أكد المصرف أنه لم يطلب من المواطنين أي بيانات شخصية حول حساباتهم المصرفية أو بطاقاتهم الإلكترونية بخصوص العملة الأجنبية الخاصة بأفراد الأسرة والمقدرة بأربعة أربعمائة دولار لكل فرد مشاتنا متواصلة وفيها بعد الفاصل افتتاح مستشفى جرنادا للإسعافات والطوارئ بعد ستة أشهر من إغلاقه لجنة الأزمة وعمداء بلديات الجنوب وبلدي مصراتة يبحثون الوضع الأمنية وتبعية القوة الثالثة وحل الأزمات المعاشية في المنطقة عودة الهدوء إلى ضواحي ترهونة بعد اشتباكات خلفت قتلى ومساعا بين الغرفة الأمنية المشتركة ومجلس حكماء وعيان ترهونة وبلد المدينة لحل الخلاف وزارة الصحة بحكومة الأزمة تقول إن أسباب انتحار سبع حالات في مدينة البيضة متزال غامضة وتستبعد أن تكون لعبة الشارل أو حبوب الهلوسة وراء ذلك أهلا بكم جديد قال نائب رئيس إدارة الخطوط الجوية عبد العاط المشرخي خلال مؤتمر صحفي عقد اليوم داخل مطار معتيقة دولي عقب انتهاء مهندسية الشركة وفنيها من صيانة طائرة إيرباس تابعة لشركة الخطوط الجوية الليبية قالوا إن الاعتماد على فريق ليبي في هذه المهمة يعتبر إنجازا هو الأول من نوعه على مستوى ليبيا تم إنجاز هذا الفحص بالنوع سي تو على أنظمة التحكم وهيكل الطائرة ومحركاتها والذي يعد من أهم وأكبر الفحصات التي تقوم بها الشركات الطيران على أسطولها الجو ولأول مرة يقام مثل هذا الإنجاز في ليبيا وفي منطقة المغرب العربي رغم قلة الإمكانيات والظروف الصعبة التي تمر بها الشركة والوطن من جهته قال رئيس الاتحاد الوطني لعمال ليبيا شرف الدين سعد خلال المؤتمر الصحفي إن هذا الإنجاز سيمثل حافزا للمزيد من العطاء مؤكدا أن الاتحاد الوطني لعمال ليبيا سيعمل جاهدا لمساندة الشركة ومختلف الكفاءات بها فاليوم يشرفنا نحن في الاتحاد الوطني لعمال ليبيا أن نشارفكم هذه الفرحة التي تجسزت بأبناء هذا الوطن رغم الظروف التي نعرفها جميعا وتمادى تمر بها هذه الشركة ولكن نقول لكم نحن في الاتحاد الوطني لعمال ليبيا نحن معكم قلبا وقالبا نظم عدد من موظفي شركة الخطوط الجوية الأفريقية بمحطة مصراتة وقفة احتجاجية دعوا فيها الجهات البعنية في الدولة إلى تحمل مسؤوليات تجاه الشركة أطالب المحتجون مجلس إدارة الشركة بالالتزام بحقوق الموظفين وحفظ مال الدولة واحترام نظام الأساسي للشركات وألغاء التعديل على السجل التجاري ذلك إضافة إلى الإبقاء على مهام وصفات أعضاء المجلس نناشد الجهات المسؤولة بالدولة بتحمل مسؤولياتها التامة وبالخصوص ونطالب مجلس إدارة الشركة الليبية الأفريقية القابضة بالالتزام بالقانون المشروع الذي يضمن حقوق الموظفين ويحفظ مال الدولة من العبد واحترام النظام الأساسي للشركات ونطالب بإلغاء التعديل على السجل التجاري والإبقاء على مهام وصفات أعضاء المجلس من جهة أخرى قال ضابط الحركة بشركة الخطوط الأفريقية عمر بيت المال لأن الوقفة تهدف للتعبير عن تضامن المحتجين مع ما وصفها بالإدارة الشرعية للشركة رسالة أننا متمسكين بالإدارة الشرعية للشركة الإدارة الشرعية الفعالة التي نرى فيها كفء لهذا المكان الذي فينا الحمد لله رب العالمين لنا ستة شهور بسم الله ومشاء الله مكائن لم يكن يعني وإن شاء الله رب يجيب اللي فيه الخير وإن شاء الله تستمر دارتنا لأن الحمد لله يعني ما شفنا شيء طيلة السنوات اللي فات أكد رئيس لجنة أزمة الوقود والغاز ميلاد الهجرسي إنشاء غرفة عمليات خاصة بين سلاح الجو والقوات البحرية بهدف إنهاء ظاهرة التهريب وأوضح الهجرسي لقناة ليبيا لكل الأحرار أن تشكيل الغرفة يأتي بعد رصد جميع الأهداف التي يحتمل أن تستغل في عمليات تهريب في عرض البحر والشواطئ وأضف الهجرسي أن الهدف من الغرفة المشكلة هو التنسيق بين سلاح الجو وقوات البحرية لتمشيط كافة مناطق الساحل الغربي الليبيا أفاد الناطق باسم جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية عبد السلام العكاري بترحيل 87 مهاجر يحملون جنسية مالية بطريقة طوعية وذلك عبر مطار معتيقة إلى بلادهم بالتنسيق مع المنظمة الدولية للهجرة وأضف العكاري لقناة ليبيا لكل الأحرار أن سفارة نيجيرية تفقدت رعاياها من المهاجرين في مقر فرع الجهاز بطرابلس وبدأت في إجراءات السفر لتسهيل عمرية عودتهم الطوعية إلى بلادهم في المدة القادمة افتتح اليوم جنوب مدينة شحات مستشفى جرنادا للإسعافات والطوارئ بعد أن كان مغلقا لأكثر من ستة أشهر عقب مغادرة الطاقم الطبي وشبه الطبي الإيطالي الذي كان يشغله قال الناطق باسم وزارة الصحة بحكومة الأزمة معتزة رابلسي في اتصال مع قناة ليبيا لكل الأحرار إنه جرى افتتاح مختلف الأقسام الخاصة بالمستشفى الجراحية والتحليل والإسعافات والطوارئ وغيرها بكفاءات ليبية حسب تعبيره أقيم بمدينة مصراتة المعرض الوطني الأول للزهور ونبتات الزينة في قاعة ومسرح شهداء مصراتة بمشاركة عدد من الخبراء وهوات زراعة الزهور ونبتات الزينة المزيد في سياق هذا التقرير بين جنبات قاعة ومسرح شهداء مصراتة والتي ما زالت تحمل معالم سمود المدينة حتى النصر إبان ثورة السابع عشر من فبراير أقيم المعرض الوطني للزهور ونبتات الزينة الذي نظمته جمعية محبية شجرة واتحاد الجمعيات الأهلية والخيرية بمصراتة لأننا لدينا الورود وخاصة الورد الجوري والورد الفرنجي والورد العربي هذا موعد تفتح الأزهار فيه اللي هو باعتبار من 15 أربعة الأزهار تبدأ تفتح في معظم الزهور التي تم زراعتها من العام الماضي أو بداية العام هذا بين شتلات الزهور وأرج الورود تزينت قاعة شهداء مصراتة بمعرض أراد القائمون عليه منحهوات زراعة الزهور ونبتات الزينة قناة تواصل مباشرة مع المشترين دون الحاجة لوسيطة المعرض جاءت فكرة أن الناس هديما الهوات اللي هم عندهم نبتات يتواصلوا مباشرة بالمستهلكين لهذه الزهور والنبتات مباشرة بدون وسيط يعني بيجوشوا بيعوا للمشتل والمشتل بعدين بيحومهم يعني أحيانا بيكون بتمن نقولوا إحنا زهيد جدا ولهذا خلينا احنا المعرض هذا آخر يوم فيه مبيعات للناس هم هاويين هذه النبتات المشاركة في المعرض الوطني للزهور ونبتات الزينة لم تقتصر على المشتغلين بهذه المهنة فقط بل حضرته مؤسسات تعليمية وعلى رأسها جامعة مصراتة والمعهد الزراعي بالمدينة وسط إقبال جيد من المهتمين بالنسبة للزوار ما شاء الله فيه إقبال شديد ما هي ما شاء الله الحق بالنسبة لي أنه إقبال الناس فيه الفترة الصباحية هو طول النهار الحمد لله يعني زوار فيه فيه كل يوم يجونا وفيه لي أفكار جديدة وفيه لي ناس جديدة وفيه لي ما سمعش به إلا اليومين هدينا المعرض هو الأول بمدينة مصراتة ويأمل القائمون عليه أن يكون بداية لاهتمام أكثر بالعاملين في هذا الصنف من الزراع بهذا نصل إلى ختام النشرة وإليكم تذكيرا بأبرز ما جاء فيها لجنة الأزمة وعمداء بلديات الجنوب وبلد مصراتة يبحثون الوضع الأمنية وتبعية القوة الثالثة وحل الأزمات المعيشية في المنطقة عودة الهدوء إلى ضواحي ترهونة بعد اشتباكات خلفت قتلى ومساعا بين الغرفة الأمنية المشتركة ومجلس حكماء وعيان ترهونة وبلد المدينة لحل الخلاف وزارة الصحة بحكومة الأزمة تقول إن أسباب انتحار سبع حالات في مدينة البيضة ما تزال غامضة وتستبعد أن تكون لعبة تشاريا وحبوب الهلوسة وراء ذلك للمزيد من الأخبار يمكنكم متابعتنا عبر ليبيا لأحرار تيفي عبر مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك تويتر ويوتيوب دمتوا في أمان الله اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة